الى بيروت توجهت بوصلة الساسة في العراق لحل مشكلة داخلية تتعلق باستكمال التشكيلة الحكومية فلم يجدوا بدا من حشر جهات اجنبية يجمعهم معها رابط الطائفة بيد ان هذا الاجتماع لم ينجح ايضا في حسم الامر رغم الاعلان عن التوصل لاستبعاد المرشح المتسبب بتأخر استكمال الحكومة فالح الفياض من الترشيح لمنصب وزارة الداخلية مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله وقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في الاجتماع البيروتي تبخض عن بقاء الفياض رئيسا لميليشيا الحجد وفق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيما اشارت مصادر اخرى الى امكانية منحه وزارة الامن الوطني لكن منصور المرعيد النائب عن كتلة عطاء التي رأسها الفياض رفض هذه الانباء جملة وتفصيلا واكد ان الاخير ما زال المرشح الاول لحقيبة الداخلية اجتماع بيروت اعقبه اجتماع اخر بين تحالف الفتح بقيادة هدي العامري وتحالف سائرون بقيادة حسن العاقلي وجاسم الحلفي وتم التوصل بحسب البيان الختامي الى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تناقش مع الشركاء استكمال التشكيلة الوزارية والدرجات الخاصة وباقي المؤسسات وحسم موضوع مجالس المحافظات وهما يعني تشابك ملفات عديدة في الموضوع وهما سيؤخر من حسم القضية الاساسية المتعلقة بوزارة الداخلية اقدام الفتح على تشكيل لجنة الاختيار ما تبقى من وزراء ضمن التشكيلات الوزارية يعني ان الفياض انتهى امره الامر الذي قد يفتح باب الخلافات واسعا داخل تحالف الفتح الذي يمثل الفياض احد اركانه يتي ذلك بينما صرح النايب عن تحالف سائرون غايب العميري ان اللجنة المشكلة بين الجانبين لم تناقش الاسماء لكن يبدو ان ثلاثة مرشحين سيختار اعضاء البرلمان واحدا منهم وابرزهم شيروان الوائلي ومحمد الغبان الجلسة الاولى خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب قد تكون مفتاحا لاستكمال التشكيلات الوزارية لكن لغاية الان يبدو ان البديل سيكون عائقا صعبا فالصراع بين القوى السياسية يتصاعد غالبا في الساعة الاخيرة من اتخاذ القرارات الحاسمة وبالتالي فقد تعود الامور الى نقطة الصفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر